يعد كوكب أورانوس هو سابع كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس بعد عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترة والزحل وثالث أكبر الكواكب كتراً بعد المشترة وزحل يبلغ كتره حوالي 25362 كيلومتر وثاني أقل الكواكب كثافة بعد زحل بإضافة إلى أنه يعد أول كوكب يحصر عليه بمساعدة التلوسكوب اكتشاف كوكب أورانوس بواسطة عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشيل وذلك كان في 13 مارس لعام 1781 ميلادياً على الرغم من أنه كان يعتقد في البداية أنه إما مذنب أو نجم ولكن بعد مرور عامين تم قبول الجرم السموي عالمياً على أنه كوكب جديد من ضمن كواكب المجموعة الشمسية كالكوكب أورانوس في الوقت ذاته الذي تشكلت فيه مكونات النظام الشمسي الأخرى وذلك من خلال سحب الغاز والغبار الملتف حول الداخل بواسطة الجاذبية ليتكون هذا الكوكب الجليدي العملاق كالكوكب أورانوس المرتبة السابعة بين كواكب المجموعة الشمسية بينما أخذ نبت المرتبة الثامنة كوكب أورانوس بأنه كوكب جليدي عملاق حيث يتكون معظم كوكب أورانوس من 80% أو أكثر من كتلته من سائل كسيف ساخن من المواد الجليدية المتجمعة فوق قلب صغري صغير تصل درجة حرارته إلى 4982 درجة مئوية وتجدر الإشارة إلى أن كوكب أورانوس يكتسب لأنه اللون الأزرق والأخضر من غاز الميثان الموجود في غلافه الجوي حيث يوم الرضوء الشمس عبر الغلاف الجوي لأورانوس وينعكس مرة أخرى بواسطة كمم شحب أورانوس وخلال ذلك يمتص غاز الميثان الجزء الأحمر من الضوء مما يؤدي إلى ظهور اللون الأزرق والأخضر بالنسبة للسطح فإن كوكب أورانوس لا يمتلك سطحا حقيقيا مطلقا خلاف الأرض مثلا فسطحه يكون عبارة عن مواد سائلة فقط من الخارج ولهذا فإن المركبات الفضائية المعدنية لا تستطيع الهبوط على سطح أورانوس تكشافه ودراسته وبالإضافة إلى أنها لن تكون قادرة على الطيران عبر غلافه الجوي سالمة أيضا إذ إن درجات الحرارة والضغط الهائلة ستعمل على تدميرها قبل أن تقترب من الكوكب تكون الغلاف الجوي لكوكب أورانوس من جزيئات الهيدروجين وزرات الهيليوم وكمية صغيرة من الميثان وأثار من الماء وأثار من الأمونيا كوكب أورانوس أكبر من حجم الأرض بأربعة أضعاف أركض الشمس مدة مكدارها ساعتين وأربعون دقيقة للسفر من الشمس إلى كوكب أورانوس يجو كوكب أورانوس إلى 17 ساعة وأربعة عشر دقيقة حتى يدور حول نفسه دورة واحدة أي أن اليوم الواحد على كوكب أورانوس أكثر من اليوم على كوكب الأرض إذ تحتاج الأرض إلى 24 ساعة لتدور دورة واحدة حول نفسها حول محورها وهذا يعني أن أورانوس يدور حول محوره بشكل أسرع من دوران الأرض حول محورها تحتاج كوكب أورانوس إلى 84 سنة أرضية ليكمل دورة واحدة حول الشمس في مداره الخاص ولذا يمكن القول أن يوم أورانوس قصير لكن سنته طويلة للغاية يمتلك كوكب أورانوس 27 كمرا معروفا وقد تمت تسمية أقمار أورانوس على اسم شخصيات من أعمال وليام شكسبير وأليكساندر بوب ويمتلك كوكب أورانوس 13 حلقة معروفة حيث تكون الحلقات الداخلية منها ضيقة ومظلمة وعددها 9 حلقات وأما الحلقات الخارجية فتتميز بأنها ذات ألوان زاهية يمتلك كوكب أورانوس أي مكون من مكوومات الحياة التي يحتاجها البشر والكائنات الحية الأخرى على خلاف كوكب الأرض ويدور كوكب أورانوس من الشرق إلى الغرب أي في الاتجاه المعاكس لاتجاه دوران معظم الكواكب مثل كوكب الظهرة تماما ولكن ما يميز أورانوس إلا أنه يدور على جانبيه حيث أنه يدور بزاوية 90 درجة تقريبا من مستوى مداره لكم بعض الحقائق المثيرة عن كوكب أورانوس بدء كوكب أورانوس السابع كواكب المجموعات الشمسية من حيث البعد عن الشمس والكوكب الوحيد الذي حصل على اسم الميسيولوجيا الإغريقية بدلا من الرومينية كبقية كواكب نظامنا الشمسية ويحتل هذا الكوكب العملاق الغازية السلجية المرتبة الثالثة من ناحية الحجم والمرتبة الرابعة من ناحية الكتلة كما يعتبر واحد من أقل كواكب المجموعات الشمسية كسافة عن حلقات أورانوس فيعتبر زحل أشهر الكواكب المتميزة بالحلقات شديدة الوضوح إذ يمكن رؤيتها باستخدام أي تلسكوب متواضع لكن في الواقع جميع الكواكب الغازية أو السلجية العملاقة لها حلقات وتأتي حلقات أورانوس في المرتبة الثانية من ناحية الوضوح بعد زحل وتتكون حلقات أورانوس من جسيمات مظلمة تتراوح أحجامها من عدة ميكومترات إلى عدة سنتيمترات ولذلك لا تبدو واضحة كحلقات زحل شفى العلماء ثلاثة عشر حلقة حول أورانوس وتتسع هذه الحلقات إلى مسافة تصل إلى عدة كيلومترات بخلاف حلقتين ضيقتين ويعتقد العلماء أن هذه الحلقة تكونت حديثا وتفتت أحد أكمار أورانوس من قسرة الاستضامات النيزكية ومن شدتها تاركا خلفه فتاة في منطقة مدارية مثالية مشكلة تلك الحلقات المعروفة أكثر ما يميز الغلاف الجوية لأورانوس أنه يحتوي على ثلوج بعد الميثان ثالث أكثر العناصر انتشارا على أورانوس وهو المسؤول عن لونه الأخضر المزرق لكواكب أورانوس عددا كبيرا من الأكمار حيث اكتشف العلماء منها حتى الآن 27 قمرا أغلبها صغيرة ذات أشكال غير منتظمة ويمكن رؤية أورانوس بالعين المجردة ويضيء أورانوس بسماء الليلة على القدر الكافي الذي تراه العين البشرية ولكن يجب أن ترصده بالسماء الصافية المزلمة بعيدا عن أي تلوء ثن ضوئي كوكب أورانوس بزيارة واحدة فقط وكانت في عام 1986 واقتربت منه عند أقرب نقطة على مسافة 81 ألف كيلو متر من سطح سحب الكوكب وهناك التقطت ألاف الصور للعمراق الغازي السلجي وأقماره الكبيرة والتي تتصارع لوجهتها التالية لكوكب نبتون أورانوس على غلاف المغناطيسي غير عادي وغير منتظم الشكل تتماشى المجالات المغناطيسية عادة مع دوران الكوكب ولكن المجال المغناطيسي لأورانوس مائل ويميل المحور المغناطيسي بمقدار 60 درجة تقريبا عن ما حوار دوران الكوكب تد زيل الغلاف المغناطيسي خلف أورانوس المقابل للشمس إلى الفضاء للملايين الأميال ويتم تحريف خطوط المجال المغناطيسي الخاص بها عن طريق الدوران الجانبي لأورانوس إلى شكل طويل لو لبي كوكب أورانوس ليست مواتية للحياة كما نعرفها ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة والضغوط والمواد التي تميز هذا الكوكب شديدة للغاية ومتقلبة بحيث يتعذر على الكائنات الحية التكيف معها انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة